أهلا بكم إلى اللقاء الأولى والذي نصطدف فيه الليلة لأكاديمي والباحثة الليبي دكتور حسين الشارف حيث سنناقش معه آثار الصراعات بين الميليشيات المناوئة للشرعية على مستقبل الحوار السياسي والمشهد الأمني في ليبيا اعتبرت غرفة عمليات ثوار ليبيا أن إقالة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة عمر الحاسي كانت بمثابة جنازة لمشروع من سمتهم الثوار في بناء دولة يحرب فيها الفساد فهل هي بداية النهاية لمشروع المتمردين عن الشرعية في ليبيا؟ الحاسي وفي مؤتمر صحفي في طرابلس أكد رفضه لقرار إقالته وأشار إلى أنه لا يمكن أن يقال رئيس حكومة من دون مساءلة على حد تعبيره للحديث عن تدعيات هذه الإقالة على مستقبل الميليشيات المتمردة في ليبيا إذن ينضم إلينا من القاهرة الأكاديمي والباحث الليبي دكتور حسين الشارف دكتور أهلا وسهلا بك معنا في لقاء الأولى بداية ماذا نقرأ في خلفيات ودوافع هذه الإقالة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل السادة مشاهدي لقناة سكاين نيوز عربية ما يحدث الآن من أرتقاط سياسية في طرابلس الغرب بين جماعات الإخوان المسلمين والجماعات الليبية الإسلامية المقاتلة نعلم جيدا أن عمر الحاسي هو أحد أعضاء التنظيمات القتالية في جماعة الليبية المقاتلة كان هناك تجاوز أو تجاوز مصلحي بين هذه الجماعة وجماعة إخوان المسلمين بداعي الشرعية وبداعي الثورة والثوار هم انقلبوا على المشهد السياسي الليبي على الانتخابات التي أخرجت مجلس النواب الذي يقود العملية السياسية الآن في ليبيا ولكن بعد الانتصارات المتتالية للجيش الوطني الليبي على تخوم طرابلس كذلك مقتل قياديين كثر في جماعة فجر ليبيا الآن أصبح على الإخوان المسلمين أن يعيدوا ترتيب أوراقهم باعتبار أن جماعة الليبية المقاتلة بدأت تنسحب من المشهد خضوة خضوة وهذا ما قاله زعيمهم عبد الحكيم بالحاج في الجزائر عندما أدانا الإرهاب هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين عندما قلبت على الشرعية في ليبيا حاولت إحياء المؤتمر المنتهي وليتها بقيادة نوري بوساهمين الخاضع سريريا لهذه الجماعة كذلك السيد مخزوم النايب الأول لبوساهمين في المؤتمر المنتهي وليتها نعلم جميعا أن المؤتمر المنتهي وليتها كانت تحت قبضة الجماعة الإسلامية المقاتلة وكذلك جماعة الإخوان المسلمين سواء في شخصيات ورموز عدة منها القايد وكذلك السويحلي وبادي الذي يشاع أنه قد قتل هنا أصبح لديهم إرباك كبير الجيش الوطني الآن على مشارف برابلس وأن الحاسي قد ينظرون أنه فشل وهم لا يعلمون بأن فشلهم هو فشل ذريع بأنهم لم يستطيعوا أن يحاوروا سواء المجتمع الدولي أو المجتمع العربي وإقناعهم بأنهم هم من على أسدة الصدى أو من هم الشرعيين لأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية لا تحترف إلا بشرعية مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ومن الحكومة المنبثقة عنها دكتور حسين لأن البعض يرى الآن بأن هذه خطوة ربما تكون نوع من التراجع إلى الوراء نوع من الإذعان لموضوع الحوار والتوافق الحوار الذي يحصل الآن في المغرب ربما هي خطوة للتمهيد لحكومة التوافق الوطني كيف تقيم هذه الخطوة؟ كيف تنظر لها؟ السيدتي أنا دائما على قناتكم الموقرة سكاي نيوز وعلى القنوات الأخرى دائما نتحدث بأن هذا الحوار لن يكون ذو نتائج حقيقية على الأرض إنما هو ولد ميتا من الأساس موضوع عن عودة الإخوة المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة إلى المشهد السياسي هذا لن يكون في ليبيا بعد هذه الانتصارات التي حققها الجيش الليبي بقيادة حكيمة عن طريق الفريق أول خليفة بلغاسم حفتر موضوع الحوار ما هو إلا مضيع للوقت مع أن هناك أجندة دولية تتمثل في بريطانيا وأمريكا تدعم هذا الحوار بقوة ورأينا بالأمس القريب تمديد بعثة اليون إلى 15 سبتمبر ما هو إلا كسب للوقت ومحاولة لإرجاع هذه الجماعات الارهابية إلى المشهد السياسي وهذا لن يكون موضوع الحاسي وإيقالة موضوع المؤتمر منتهي وإلايتي هذه أشكالات سياسية ليس لها أي قيمة على الواقع وليس لها أي قيمة على الأرض سواء في شرق البلاد أو في جنوبها أو غربها وكذلك على الصعيد العربي ومرأيناه في القمة السادسة والعشرين عندما صرح السيد السيسي في مجمل كلام أنه لن يتخلى على ليبيا وقال بالحرف الواحد تحية الأمة العربية هنا أظهر بصيص الأمل إلى أن هناك تحالف عربي من أجل محاربة الإرهاب الحوار ما هو إلا مضع الوقت الحوار ما هو إلا محاولة لعودة الإسلام السياسي الذي رفض عن طريق سرديق الاختراع العودة إلى المشهد السياسي كذلك ما رأيناه من موقف شجاع لرئيس مجلس النواب عندما رفض مقابلة برنانديني اليون في مدينة طبرق كل هذه المحاولات الدولية ما هي إلا ممحكات من أجل وجود ذريعة حقية للتدخل على الأرض وهذا لن يكون بعد تصريح الزعمات العربية في القمة السادسة والعشرين عندما قالوا لن نترك نعب سيدسي بغض النظر فعلا عن أهمية الحوار من عدمه هو أصلا يواجه مخاطر كثيرة الآن بعد هذا الذي حصل وبعد هذه الإقالة زادت المخاطر برأيك كيف سيكون مصير مجلس النواب غير المعترف به خاصة بعد تهديد أعضاء آخرين بالاستقالة بعد إقالة عمر الحاسي هل ستكون هذه النهاية لهذا المجلس؟ أنت عرضت في معرض سؤالك هل تقصدين مجلس النواب المنتخب من الشعبين؟ أتحدث عن مجلس النواب أقصد المجلس المؤتمر الوطني العام المنتهي نعم المؤتمر العام المنتهي من الذين هم فيه؟ لا يوجد فيه أكثر من سبع أعضاء منهم أنا أستطيع أن أسميهم لك على هوا مباشرة ألواهم نوري أبو سحمين صالح المخزوم عبد الرحمن السويحلي صلاح بادي والقايد هذا أخو أبو يحيى الليبي الذراع الأيمن ليسامة بن لادن هؤلاء كلها ثلة إرهابية حاولت بعض الدول الأوروبية مساندتهم من أجل عودتهم إلى المجلس السياسي وتحقيق أجنداتهم في ليبيا تعلم أن ليبيا تقع في قلب الأمة العربية وهي تعتبر الواجهة إلى أوروبا كل هذه المحاولات باتت بالفشل هذا المؤتمر نحن كليبيين لا نحترف به ولا نحترف بما يقولون ولا نحترف بأي قراراتهم قاموا بها ولكن يبدو أن الضغوط الدولية الآن بدأت عليهم بداية الآن بدأوا يسقطون الواحدة تلو الآخر وعليهم أن يفصلوا بين الجماعة الليبيا المقاتلة وبين جماعة القوى المسلمين وهم أصلا بدأوا في الاختلاف أترين أن جماعة فجر ليبيا الإرهابية بدأت بالانسحاب من على مشارف السدرة والآن هم موجودون في المصرات هي الحرب الأخيرة حرب الجيش الوطني في العاصمة الليبية وأنت تعرفين جيدا عندما يدخل الجيش الوطني إلى العاصمة الليبية ويبسل سيطرته ستتغير كثير من الموافق الدولية من بعد تمويل بأت تجف دكتور إحسين بعد كل هذه التغيرات الأممية التي نشهدها نعم ليست تمويلات فقط ولكن حتى الحصار الجوي والبحري على هذه المشيات نتعلم جيدا أن السلاح الجو الليبي يمتلك مطار في السدرة وكذلك في قاعدة الوطية الطلعات الجوية بدأت باستمرار في التحليق في الجو للمحافظة على الأجوال الليبية وكذلك على المياه الإقليمية كذلك عملية استهداف بادي والبركي والجماعات التي تم استهدافها كانوا مجتمعين وتم قصفهم عن طريق السلاح الجو الليبي الآن هم في منخنق وفي منزلق خطير لم يبقى لديهم شيء إنما هم يراهنون على العاصمة الليبية وتعلمي جيدا في كل دول العالم عندما يسيطر الجيش على العاصمة التي يحترف بها كل العالم ستتغير الموازين وستتغير كل المعادلة السياسيسية وستتغير كل المواقف الدولية التي تقف الآن لربما ضد مجلس النواب الحكومة المبثقة صدقيني إن معركة الحسم يعني الآن قد بدأت وأن جيش الليبي سيدخل في غضون هذه الأيام إلى العاصمة الليبية طرابلس الغرب التي يتطوق لها كل الليبيين كل هذه العوامل برأيك ستؤدي الآن إلى ربما زيادة الصراعات بين هذه الجماعات المسلحة المناوئة للشرعية أم أنه ربما ستخلق حالة من التوحد بينهم هل سيذهب المشهد إلى مزيد من الدموية أم سيذهب إلى مزيد من الاستقرار بخصوص هم هم يعني كطرف هم نعم هم الآن بدأوا في الاقتتال أضف إلى ذلك يعني تم إضافة عامل آخر على وهو داعش الآن الذي يسيطر على صديت وعلى خمس وعلى صبراتة وعلى الزاوية وعلى مناطق عدة من غرب البلاد الآن زي ما قلت لك التحالف بين جماعة الإقوان المسلمين وبين الجماعة الليبي المقاتلة أصبح هناك فيه يعني تراهلات حقيقية وأصبح الخلافة قائمة بينهم على من يقود هذه الزعامة هم الآن في اقتتال فيما بينهم وشهدنا ذلك ميران تكرارا وحاولت ديبورة جونز يعني في طرابلس أن تقوم بمصالحة بين أبو عبيدة الإرهابي المليشياوي الكبير عن مدينة الزاوية وبين عبد الحاكيم بالحاج من أجل إجهاض يعني عن حركات الجيش الليبي وكذلك إسقاط الشرعية المتمثلة في مجلس النواب هم الآن سيتصرعون ونحن سنشهد مزيد من الاختتال فيما بينهم أو الفرار خارج ليبيا إما للسودان أو إلى تركيا الحاضن الحقيقي أو قطر الذين يحضنون هذه الجماعات أو يحضنون هذه الحركات الإرهابية صدقيني أن المشهد مبشر أن الدم سيقف عند دخول الجيش الليبي إلى مشارف طرابلس وأن هؤلاء الجماعات الضعيفة المتهالكة ستنفذ يداها من بعض لأنهم يعلمون جيدا أن معركة الحاسمية ومعركة طرابلس ليس إلا وأن التمويل الذي بدأ يعني يشح عليهم شيئا فشيئا سواء بالحصار الجوي الخانق إلى كل ما يأتيهم سواء عن طريق مصراتة أو عن طريق معتيقة وكذلك عن طريق البحر والمحافظة عن المياه الإقليمية ليبيا الآن تتعافى الجيش الوطني يتقدم يعني رويدا اتجاه العاصمة وكل هذا ما يصبع إليه كل الليبيين وكذلك هي تطلعات للمجتمع الدولي وصدقيني إذا دخل هذا الجيش إلى طرابلس لن يكون هناك حوار لأن الحوار مع من سيكون مع جماعات إرهابية مثل إخوان المسلمين أو الجماعات الليبية المقاتلة التي بدأت تتخلص من بعضها وبدأت تنتقمون من بعضهم سواء بالعملية النوعية أو بقتل قاداتهم فيما بعد وكذلك ما رأيته عندما أقال المنتهية وليتها ذلك المؤتمر الإرهابي الإخواني عمر الحاسي الممثل لجماعات الليبية المقاتلة والذي يترأس حكومة ما يسمى بالإنقاذ الوضني طب ماذا عن فكرة أخيرا من فكرة التدخل العربي في ليبيا هذه الدعوات التي نسمعها على غرار ما يحصل في اليمن نعم هو التدخل العربي العربي يعني طلب صراحة من رئيس مجلس النواب عندما كان في زيارة لجمع الدول العربية وهذا شاهدنا كله شهد كل العالم كذلك وماء العرب سواء كان من السعودية أو من الإمارات أو من مصر بدعوة حقيقية لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك وهذا ما رأيناه الآن في اليمن عندما تدخلت القوى العربية في إطار موحد حقيقي من أجل إنقاذ الدول العربية من براثين الإرهاب وعدم تدخل الدولي السافر في شؤون هذه الدول العربية نحن نرحب بالتدخل العربي وهذا مطلب للشعب الليبي إذا كان هناك تدخل في ليبيا لن يكون إلا تدخلا عربيا عربيا حيث أن جيش الليبي قام بمباركة تدخل العربي العربي وأبدأ استعداده بأنه يساعد المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثي الذي جثم على اليمن ويريد تحويل اليمن إلى دولة إرهاب كل الليبيين يتطلعون إلى ذلك ونحن لا نمانع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك من أجل إنقاذ كل الدول العربية بما فيها ليبيا لكي تعود إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم ولتكون أرضا للسلام لا أرضا للإرهاب أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الأكاديمي والبحث الليبي دكتور حسين الشارف شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في الأولى مشاهدين نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن أبعاد وتدعيات إقالة عمر الحاسي رئيس الحكومة غير المعترف بها في ليبيا رسم ميدوري على فيسبوك يقول فجر ليبيا يعانون من نفاذ الذخيرة والسلاح وبالتالي بدأوا يفكرون في التقارب مع العالم الخارجي ناجم المسماري من جهة هير أن إقالة الحاسي بداية لتفكك الميليشيات والجماعات المسلحة الخارج عن الشرعية في ليبيا كريم عبد الحميد على تويتر يقول إقالة الحاسي تمهيد لتشكيل حكومة اتفاق وطني مقبلة محمد الكيشاوي من جهة هير أن إقالة الحاسي انقلاب من ميليشيات مصراطة على حلفائها من الجماعة الليبية المقاتلة أخيرا سيف عبد الحق يعتقد أن الميليشيات أحست بنهايتها شعبيا ودوليا فقررت الإذعان للحوار والتوافق ترجمة نانسي قنقر